رسائل عدة وجهها الرئيس الصيني زي جي بينغ في أول مشاركة له ولأي رئيس صيني على الإطلاق في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس فكان بطل المنتدى دون منازع واختار هذه المنصة للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من دون ذكر اسمه لا أعتقد أن خطاب الرئيس الأمريكي الجديد سيطلق شرارة حرب تجارية فهناك تفاهم على الرغبة باقتصاد عالمي منفتح تم تعبير عنه أعتقد أن الموضوع المهم للصين يبقى في الخطوات الفعلية القادمة التي ستتخذها لكن أراء الرئيس ترامب كانت بناءه الرئيس الصيني قال لا أحد سيخرج فائزا من أي حرب تجارية مؤكدا أن لا نية للصين لخفض قيمة عملتها ليوان لزيادة تنافسية صادراتها ولن تشن حربا تجارية جيبينغ قال أن الصين ستسعى لإنشاء سوق أكبر وتوفير المزيد من فرص الأعمال لمختلف الدول وأحذر أيضا الولايات المتحدة من الخروج أو الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ الصين تريد الانخراط بالعالم وهي مستعدة لفعل ذلك مع أو من دون الولايات المتحدة الأمريكية أثق أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعرف جيدا أهمية التجارة العالمية لكنه يريد تجارة عادلة تعود بالنفع على الأمريكيين والتساوي مع الدول الأخرى فهو في النهاية رجل أعمال من جهة أخرى دافع أحد أقرب مساعدي ترامب أنتونيس كاراموتشي عن الرئيس المنتخب وقال إنه لا يريد حرب تجارية بل تجارة حرة وعادلة ويترقب العالم هذا الأسبوع تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم فيما الترقب الأكبر المشوب بالحذر سيكون لسياساته الاقتصادية خاصة التجارية مع الصين الرئيس الصيني تحدث عن الشجاعة في محاربة ومواجهة التحديات العالمية ولكنه لم يتحل بالشجاعة الكافية للإجابة عن أسئلة الصحفيين مما أثار غضب كاتيرينا من دابوس في سويسرا ماريان صاليبة سكاينيوز عربية